اشتركوا في القناة الجواب نعم فما اسلام سياسي واسلام غير سياسي لكن الاسلام الغير سياسي هو اسلام تم صنعه بعد عدة قرون من ظهور محمد فهو اسلام ليس اصلي وليس له اي علاقة لا بالاسلام المحمدي ولا باسلام الصحابة متع محمد فهو اسلام ظهر في فترة من الفترات ومزال موجود حتى اليوم بعيد كل البعد عن السياسة واقتصر على الجانب العقائدي والجانب الروحي هذا الاسلام اللي نسميوه اسلام غير سياسي هل هو اسلام يشكل خطر؟ هوني لازمنا نفرق بين النوعين من الاسلام الغير سياسي النوع الأول هو اسلام غير سياسي كمبدأ يعني عنده عدم تدخله في السياسة هي مسألة مبدئية ويعتبروا ان اللي صار في عهد محمد يتوقف عند عهد محمد بعد موت محمد الاسلام ليس له اي دخل في السياسة اذا هما يعتبروا ان الاسلام مجرد دين وان ما قام به محمد في المدينة الا من اجل تثبيت الاسلام وعند موت محمد انتهت المهمة السياسية وكل ما قام به الخلفاء من بعضه او اصحابه ليس له اي علاقة بالدين الاسلامي بل هي وجهات نظر شخصية ولا تعتبر من الدين الاسلامي نشوفوا في التاريخ نتيجة الفتن والقتال بين السلطة والمعارضة في عالم الاسلامي منذ موت محمد الى سقوط الخلافة الاسلامية هناك كثير من الشيوخ اسسوا لمذاهب تعتبر مذاهب اسلامية بعيدة كل البعد عن السياسة مثل بعض الفرق الصوفية او مثلا البهرة وهي احدى الفرق الاسماعيلية او العلويين اللي موجودين في تركيا او حتى الاسماعيلية وحديثا نجد مثلا القرآنيين ونجد مثلا الاحمدية وغيرها من المذاهب التي انكرت كليا السياسة ولا تتدخل في السياسة واقتصرت على الجانب الروحي الديني الموجود في الاسلام واولت ما هو موجود من ايات تتكلم عن الجهاد على اساس انه جهاد النفس واعتبرت بعض الايات خاصة بمحمد ووقت محمد لا اكثر ولا اقل ولا تتدخل في الحياة السياسية وهي تكتفي بالجانب الديني الروحي الانساني لا اكثر ولا اقل هؤلاء لا يدعون لا للخلافة ولا يكفرون الاخرين ولا يأمرون الاخرين ان يطبقوا الاسلام الذي يؤمنون به بل هم يكتفون على العمال التي تخصهم فقط لا اكثر ولا اقل هؤلاء بالنسبة لي لا يشكلون خطر على البشرية ولا على العالم الاسلامي بل مثلهم مثل اي ديانة اخرى مثل الزردشتية او الهندوكية او المسيحية او غيرها من الديانات التي لا تتدخل في السياسة فهي ان كانت خطيرة فكانت خطيرة على الذين يؤمنون بها فقط لانها تمنعهم من ان يفكروا بعقولهم وتجعلهم تابعين لمجموعة معينة تحكب فيهم وتقول لهم شنوه يفكروا شنوه ميفكروش لا اكثر ولا اقل وهؤلاء لا يمثلون اكثر من عشرة في المياء من مجموعة المسلمين اما النوع الثاني من الاسلام الغير سياسي فهو ما يسمى بالاسلام الغير سياسي تكتيكيا او كمرحلة يعني هو لا يستخدم السياسة كمرحلة حتى يصبح قوي ثم يستعمل السياسة هؤلاء يستعملون نفس اسلوب محمد عندما كان ضعيف في مكة وتقوى ثم مشى للمدينة ولا يستعمل السياسة نلقاه مثلا سلفية علمية او جماعة التبليغ والدعوة او بعض المراجع الشعية كما الخوئي المهم هؤلاء الاسلام الغير سياسي تكتيكيا بالنسبة لي اكثر خطر من الاسلام السياسي نفسه وهؤلاء يعتبرون مورد تمويل كبير بالاموال وبالاشخاص للاسلام السياسي وهما مع الاسف السواد الاعظم من المسلمين ينتمون الى هذا الاسلام الذي في الظاهر يقول انه لا يريد ان يتدخل في السياسة ولكن يحضر في الداخل للخلافة ودعم الخلافة ويؤيد اي عمل بطريقة مباشرة او غير مباشرة تدعو لعودة الخلافة وفرض الاسلام بالقوة وهؤلاء قد يكونوا على شكل جماعات كما نراهم في اوروبا وفي كثير من الدول الاسلامية تلقاهم مسكين الجوامع او جمعيات في الظاهر خيرية او اجتماعية ونجم يكونوا زادا افراد في الظاهر يمارس كل المباقات ولا يطبق شيء من الاسلام لكن في نفس الوقت في داخله يدعو للدولة الاسلامية وتلقاه اول الناس تعصبا اول ما واحد ينقذ الاسلام او يمس الاسلام وتلقاهم ديما يعيشوا عقدة الذنب وديما يقولوا ربي توب علينا ربي توب علينا وانهارة اللي ربهم يتوب عليهم تلقاهم ولاوا ارهابيين اذا هؤلاء هما اغلب المسلمين مع كامل الاسف اذا بالنسبة لي هؤلاء هم اكبر خطر على العالم الاسلامي واكبر خطر على العالم كله لانهم مهمش ظاهرين ويخدموا تحت حس مص وهما مصدر كبير تمويل للحركات والجهات الاسلامية السياسية وانا اعتبر هؤلاء رغم اللي ظاهرهم يقول اللي هما ميدخلوش في السياسة انا اعتبرهم ضمن الاسلام السياسي والمصدر متاعه اذا لا يمكن ان نحارب الاسلام السياسي بدون محاربة هؤلاء المصدر للاسلام السياسي الظاهري اذا الاسلام السياسي الظاهري موجود في العالم الاسلامي على شكل حركات ولكن لو نلاحظ بصفة عامة نجده انه ينقسم الى قسمين كبيرين القسم الشيعي والقسم السني السنة مسك الحكم منذ موت محمد الى سقوط الخلافة العثمانية الشيعة لم يمسك الحكم الا فترات متقطعة سواء في عهد ما يسمى بالدولة العبيدية او القرامطة وفي مناطق محدودة اذا طوال التاريخ الاسلامي الشيعة كانوا ديمة في المعارضة والسنة كانوا ديمة في الحكم اذا الشيعة عندهم خبرة طويلة مدة 1400 سنة في المعارضة وفي المؤامرة من اجل اسقاط الخلافة السنية يجب ان ناخذ هذا بعين الاعتبار بعد نخذينا فكرة عامة عن الحركات الاسلامية سواء السياسية المباشرة او السياسية المتخفية اللي هو ما نعتبرهم الخطر الكبير على العالم الاسلامي في درجة اولى وعلى العالم صفة عامة نحب هنا نقول ثلاثة حاجات مهمة قبل ما ندخل في هذه السلسلة من الفيديوهات اولا كما تعرفوا وكما قلت لكم اكثر من مرة اني اكره السياسة والسياسيين وخاصة في العالم الاسلامي لان يعتبرهم رمز للعمالة والمؤامرة والغدر والنفاق والتلاعب بالشعوب والاوطان ولا يفكرون الا في مصالحهم الشخصية ومصالحهم الحزبية وميحبوا يعملوا شيء لبلادهم يفكروا كم في رواحهم ما عندهمش ذرة واحدة من الوطنية والشهامة وحب لشعوبهم طبعا انا نتكلم بصفة عامة ونتكلم خاصة من الاحزاب السياسية والسياسيين اللي موجودين في السلطة او من الاحزاب السياسية اللي عندها تأثير على الساحة واللي عندها مجموعة من القطيع تقود فيها يا اما باسم الاسلام او باسم حزب اسلامي او حزب عروبي قومي او ايديولوجي شيوعي او اشتراكي او ايديولوجي ديمقراطي علماني اغلبهم بش منقولش كلهم ما عندهمش ذرة واحدة من الوطنية ومهمهمش لا المواطن ولا الشعب ولا مستقبل بلداننا ولا مستقبل شعوبنا في الحقيقة هذا شي جدا مؤسف رغم اللي من رجعش السبب للسياسيين والاحزاب السياسية فقط وانما رجع السبب ايضا لهذا الشعب الذي لا يريد ان يصبح مسؤول وواعي ويؤثر في القرارات منتاع بلاده والقرارات منتاع الشعوب منتاعه فهو يمكن ان تقودوا بكل سهولة اذا هؤلاء السياسيين فهموه وعارفوا كيفاش يقودوه باسم الدين ولا باسم العروبة ولا باسم ايديولوجية لهذا املي كبير في الاجيال القادمة وفي الشباب الناشئ اليوم اللي بدا يتحرر من هذه الاغلال الدينية والقومية العروبية وغيرها من الافكار القديمة من اجل ان يظهروا عباد ووطنيين بالفعل يخدموا اوطانهم ويخدموا بلدانهم المسألة الثانية اللي حبيت انقولها انا راني ليس محلل سياسيا ولا خبير في الشؤون الدولية وانما مجرد انسان عادي وعبر على فكرة شخصية نتيجة تجربة طويلة سواء داخل الحركات الاسلامية او من الخارج حيث تقريبا 30 سنان وننتابع في هذه الحركات سواء السنية منها سواء الشيعية سواء السياسية سواء الغير سياسية من اجل فهمها ومعرفة طريقة عملها اذا هي مجرد وجهة نظر شخصية من بعد انتم كل واحد منكم يقارنها بوجهات نظر اخرى ويخرج بفكرة يمكن تنفعه وتنفع بلاده ويفهم يسر حاجات شنو يوقع في العالم الاسلامي والنقطة الثالثة والاخيرة هذه الفيديوهات تكون تقريبا شبه يومية وبش تكون قصيرة من بين 10 ا 12 دقيقة وسوف تكون بالصوت فقط دون الصورة لكي يمكن وضحها على الفيسبوك تعرفوا انتم لفيسبوك ما يقبلش الفيديوهات الكبيرة وسوف نختصر في هذه الفيديوهات على الحديث عن الاسلام السياسي فقط ومحاولة فهم هذه الاختبوت الكبيرة التي تهدد العالم الاسلامي في درجة اولى وتهدد العالم كله في درجة ثانية نظر الفكرة واضحة ونطلب من الاخوة اللي موافقين على الافكار اللي جات في الفيديو انهم يوزعوا هذه الفيديوهات اكثر شي ممكن من اجل ان تنتشر ويسمحها الناس الكل طبعا كانوا موافقين على اللي تحتويه وشكرا ومعا فيديو قادم بسلامة اشتركوا في القناة